السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنالكم في فيديو جديد مع تربية البط. زي ما حضراتكم شايفين حيوية وجودة وده لسه نزل النهاردة. البط ده لسه جاي النهاردة ان شاء الله اه بقاله حوالي ساعة. زي ما حضراتكم شايفين وزعنا العلفات وزعنا السقيات طبعا علافة بعدها سقاية بعدها علافة بعدها سقاية بعدها سقاية علافة سقاية كده في حيث ان البط كله ياكل ويشرب آآ ما يبقاش في حاجة ما فيش حاجة فيهم تفرز لو انت موزع بالشكل ده ما فيش حاجة تطلع فرزة. يطلع البط كله بمستوى واحد. آآ طبعا انت وانت بتربي البط تاخد بالك ان انت اصلا بتربي البط هو جاكل في عمره يوم واحد. يعني مينفعش فيه بقى كبير وصغير. اللي بيعمل الكبرى والصورة ده يا جماعة توزيع العلافات والسقاية. لو حضرتك حدت واحدة هناك فالنصها كده علافة كده. وحدت سقاية المادي فده هيحصل مشكلة. لكن التوزيع زي ما حضراتكم شايفين اكون بوزع بنفس الشكل ونفس الطريقة. تمام كده يا جماعة? النهاردة في الفيديو ده ان شاء الله آآ هنتكلم طبعا ايه? عن اسعار البط واسعار آآ طبعا التكلفة بتاعته. آآ تكلفة البط عمر يوم. البط عمر يوم نهاردة وعمل خمسة وتراتين جنيه للواحدة. يعني الجوز واحد بسبعين جنيه جماعة. الجوز البط بسبعين جنيه مشايف والله نطلعه كامل والله لاحظ تاعب والله. طبعا احنا بنطلع قسط زمان طبعا حضراتكم عارفين البط ده بيطلع بتبعت قسط للزبائن. وبنلف على الزبائن كل اسبوع كده بناخد منهم القسط وبنوزع لهم البط. الجوز ده وكن شاء الله عشان خطر يجي معاده وبطلع بقل عشر خمسة ريوم قبل ما نيجي نطلعه ان شاء الله يكونون بيطلع بمئة وعشرين جنيه. لو حد محتاج بط اللي هي حاجة يكلمنا. آآ بس طبعا العابة من بره البلد طبعا هيتبع كاشف مش قسط لان القسط ينبعوه في البلد عندنا من كفر حكيم. طبع الجيزة. البط زي ما تقول ما فيكش بط في السوق. حوالينا خمستاشر يوم بنلف على بط. آآ جوز بسببين جنيه. وخمستاشر يوم مش لايه بطايا في السوق. عايز بط وما فيش بط. فتحس ان انت خلاص بقيت شغال في حاجة ممنوع. فمش عارف والله. شغال في الممنوعات ولا مش عارف. آآ طبعا حضراتكم شايفين جوزة البط ما شاء الله. حيوية عالية. اي 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 اي. ده ما حضراتكم شايفين ما شاء الله بط كل تلم ما شاء الله. طبعا درجة الحرارة. النهاردة مزبوطة ان شاء الله درجة الحرارة كده كده الجو اليومين دول حر والبط طبعا مش عايز لا ساعة ولا عايز حر. هو برضو مهما كان حسن من طبعا الكاتاكيد لانه بتأقلم على الجو. وطبعا بيتحمل درجة الحرارة لو عالية سنة او واطية سنة فبرضو بيتحملها. وكل وقت ويقول اي 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 اوانه في التربية. يعني انت بترب في الصيف مزي ما بترب في الشتة. لو بترب في الشتة مزي ما بترب في الصيف طبعا شغل الشتة كله ببنشتعل بدفيات. اما شغل الصيف فبنشتغل منها للحر الجو ببقى حر وكده فبنشتغل مننا آآ من غير دفيات آآ طبعا زي ما حضر لكم شايفين البط لو في مشكلة الجو حر عليه ولا غيره مش هتلاقي البط بيجر وبيلعب هتلاقي البط راجل ايمة في النص ايمة مراجدة على الطرفة لو الجو حر هتلاقي راجدة على الطرفة يعني جنب التوب جنب الحيطان هتلاقي راجة جنب الحيطان كده عما قال بيمتص الرطوبة من الحيطة عشان يحس طبعا بيه بالرطوبة. طبعا هو كده الجو بالنسبة ممتاز فعشان كتلاقي البط متوزع. طب لو ساقعين البط البط هتلاقي كوم في النص وبيدفر بعضه. لكن طبعا الجو كده هتمدام مضبوط خلاص. ان شاء الله هنتابع معك كل يوم. هننزل فيديو كل يوم على القناة للدورة دي اكل عمر مستشار يوم ولا عشرة ايام على حسب ما انيجي انطلع هنحسب التكاليف وانقول لك على التكاليف برضو يوم بيوم. اللي انا حطوا قدامهم دواء حوالي بمية جنيه علف وطبعا حط لهم دواء استقبال. فحضرتك حاجة بتسأل علي حاجة فقط بالخناة ممكن تسألنا في التعليقات. آآ على ادوية على عايز تربي فراخ. عايز اللي انت عايز اللي انت عايز وحنا ان شاء الله هنرد عليك وانقول لك على حضرتك محتاجون. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.